ترأس رئيس عبدالفتاح السيسي اجتماع مجلس الامن القومي حيث تم استعراض تطورات الاوضاع الاقليمية خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة واكد مجلس الامن القومي ان امن مصر القومي خط احمر ولا تهاون في حمايته مشددا على انه لا حل القضية الفلسطينية الا حل الدولتين مع رفض واستهجان السياسة التهجير او محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وقرر المجلس العمل على توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة اقليمية دولية من اجل تناول تطورات ومستقبل قضية الفلسطينية ترأس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماع مجلس الامن القومي حيث تم استعراض تطورات الاوضاع الاقليمية خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة وقد صدر عن الاجتماع القرارات الاتية مواصلة الاتصالات مع شركاء الدوليين والاقليميين من اجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الاغاثية والاقليمية من اجل ايصال المساعدات المطلوبة التجديد على انه لا حل للقضية الفلسطينية الا حل الدولتين مع رفض واستهجان سياسة التهجير او محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار ابراز استعداد مصر للقيام باي جهد من اجل التهدئة واطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام تأكيد ان امن مصر القومي خط احمر ولا تهون في حمايته توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة اقليمية دولية من اجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية